السلام عليكم هنتكلم النهاردة عن برنامج من اهم برامج تصميم التربو ماشنيري هو الفي تربو الفي تربو من افضل برامج في تصميم التربو ماشنيري نقدر نسمى بها البامب والفينتوليتور والكمبروسور والتيربيت احنا هنتكلم النهاردة عن تصميم السنتريفجة البامب هندغط على البامب هنا هندخل بيعنات بتاعت البامب اول حاجة الـ Q ممكن يدخل الـ Flow Rate او الـ Mass Flow فاحنا هنتشغل على هنخليها خمسين تحت ممكن نتشغل على الـ Head او total فاحنا هنفجأ هنشغل على الـ Head الـ Head هنقل خمسة وتلاتين متر هنخليها الـ 900 هننزل على الـ Flood هننزل على الـ Flood هنشغل على زوتر عند 20 درجة سيليزيز ممكن ندفعنا فلاود من عندنا لو ضغطنا هنا دي الـ Flood الموجودة في البرنامج احنا ممكن ندكت لك هنا ونسمي اسمي فلاود اي ان يكن ونبدأ ان اعرف الـ Flood وهنزل معنا في البرنامج هنعمل Cancel نعمل خلينا في الوتر 20 درجة سيليز هننزل عند الـ Net Conditions البروشر والـ Temperature هنسفها زي ما هي وهننزل عند جزء الـ Optional هنا في الـ Rotational Direction هنا في الـ Rotational Direction هنا في الـ Right و Left الـ Right والـ Left هو ClickWise والـ Counter ClickWise هذا يتكلم عن الـ Blade ليس على الـ Direction الـ Embellar النفسية فهنزل عند الـ Right معناها ان الـ Blade الموجودة في الـ Embellar ونزل عند الـ Right معناها ان الـ Blade الموجودة في الـ Embellar معمولها بندنج في التجاه الـ CookWise يعني الـ Embellar النفسية تلف إذا امتكنا عن الـ Lift معناها ان الـ Blade مع كوفة عكس عقرب الساعة يعني الامبيلر بتلف كله كويس مع عقرب الساعة. فاحنا هنشاء على الليفت ونخليها تلف مع عقرب الساعة الامبيلر نفسيها. وهنشوفها بالضبطيح في ال 3D مودلينج. ودي مش هل ما ندفع حاجة هنعمل اوكي. هنيجي هنا عند الراديا الامبيلر. لو جينا هنا هننحضن لو ريفت اللي احنا كنا نعملينه. خمسين. روتشن الهد 35. نرجع الثاني الهنا. ممكن نعمل منول دايمينشن. نحط احنا البرامتر باذا ما احنا عاوزين. او نسيبها زي ما اي هو حسابها اوتوماتيك لو جينا هنا عند الديمينشن. التابة الثالث. عمنا ان حسابها من الفلوه اللي هده احنا كنا عاملينه. يعني دايمتر حسابها بردك. لو احنا عاوزين ندخل custom barometer. بنخل نول دايمينشن. الانش الراود هنوضحها بعدين في سري دي موديلينج. ديت موديفكيشن للامبلر بتتحسن كفاية الامبلر. هنوضحها في سري دي موديلينج. هنزل تحت نلغط على الاي كون البعدية. لو محزين هو بيفتح الخطوة البعدية بعد ما نخلص تعريف كل البرامتر اللي في الخطوة القابلية. فما نفعش نروح لاخر الخطوة قبل المخلص القابلية. فهنروح للخطوة البعدية هنا. دا بتاع الاي موديلينج. احنا لو ضغطنا على البوتوم دوت. خلصنا كل الخطوات مرة واحدة. ونشوفها في سري دي موديلينج. هنضغط كليك. هنروح لسري دي موديلينج. دا كده شكل الامبيلر. لو راح عند الامبيلر. من دي موديلينج. سيت اوب. لو ضغطنا على سبيلتر بليد. وعملنا اوكي. هنلاحظ ان نص الريش عملها سبيلتر. لو جينا عند لو زودنا على البيلر خليناها عشرة. اوكي. هنضغط ان خمسة بنوم بقى سبيلتر. وخمسة وببليل عديدين. هنرجع دول وقت واني ابل سبيلتر. من دي مينشن. اوكي. والبليل هنخليها سيت زي ما كانت. اوكي. لو عملنا الشيك على الاكتف كليبنج. ونيجي على الاتجال اكس. هو ده الكروس سيكشن اللي كان نظهر لنا. هنرجع نجي على الامبيلر هنا. كليك. لو محظين هو نفس الكروس سيكشن اللي موجود هنا. نفس الكيرب. هنقفل دوت. ونروح على ونبدأ في تصميم البليد. انتو لو ما حظين هنا. الامبيلر مش فاصلة لغوية ديامتر. فاحنا ممكن لو جينا هنا. ننزلها تحت شوية. وننسل اوكي. كده دي بتدي كفاءة احسن في الامبيلر. بتحسن كفاءة الامبيلر. كليك. لو ضغطنا على الاخر تاب. لو بصين هنا هنلاقي دي المساحة اللي غدا البليد. من بتاع الامبيلر. لو ضغطنا هنا كليك. ده شكلها. ممكن نجي نضغط هنا. تمام. هنرفل. وهنعمل اوكي. وننروح على البليد بروبيرتيز. هنيجي عن البليد. هنا هنلاقي نمبر او بليز. ممكن نغير حجم البليز دي ما احنا عاوزين من هنا. لو بصينا هنا عندنا واحد اتنين تتاة اربعة خمسة ستة. لو زودنا وعملنا اوكي. حجمهم ذات بليد. كليك. ننزلهم. النمبر والزبان دي بيقسم المسافة بين الهب والشراود. عشان يرسم البليد. فلو نزلنا وبصينا على عين المسافة بين الهب والشراود. هنلاقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لو جينا زودناها. نخليها سبعة. قسم البليد بنفس العدد بتاعني الزبان. عشان نرجع تاني. هننزل لتحت هنا. حاسب لنا البليد الانجل والبليد اوات ليت انجل. بين الهب والميدل والشراود. لو نزلنا هنا هنلاقي انه حاسب لنا البليد انجل عند الانت والاوات ليت. عند الهب والميدل والشراود. مشان نحتاجين لحاسبها احنا. لو رحنا عند ممكن نحسب السيكنس بتاع الليدينج ايج و ترينج ايج. هنقفل ده الاول. ونشوف مكانهم فين على الرسمة. الجزء دوت هو ده الليدينج ايج. الجزء الاخير ده ترينج ايج. المسافة ديت. السيكنس بتاع البليد. والمسافة بين الهب والشراود دي الليد بتاع البليد. الجزء دوت ده الهب ديامتر اللي بيخش منه الشافت. والجزء الكبير دوت ده السكشن ديامتر. والفلو بيخش من المسافة بين الهب ديامتر والسكشن ديامتر. هنرجع. ممكن هنا نغالي. او نسيبها الزامعية. لو نزلنا هنا نلاقي السلام موديل. دول كلهم علماء عملوا طرق في تصميم البمب. نختار زامع. احنا ممكن نختار اي طريح احنا عاوزينها. بس هنسبعد بتاع البرنامج. ونروح الخطوة البعدين. اه ده الشكل اللي زبان احنا كنا عاملين. احنا كنا عاملين سبعة زبان. واحد اتنين تاتة اربعة خمسة ستة سبعة. لو قلناهم هتلاقي نفس العدل بتاعها. ده وده 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 كده من الزجال. لو قلنا هنا عند هنلاقي شكل البلد. هنلاقي شكل البلد. هنعمل اوكي. ونخش الخطوة بعدين. الشكل ده كده عبارة عن بلد سيكنس بس تعمل الاكسيباند. ممكن نغير في بلد سيكنس. لو جينا هنا عند وزودناها هتلاحظ ان بلد زادت. نقدر نغير السيكنس من هنا. ونعمل اوكي. هنلاقي شكل البلد الغيرت. احنا هنرجع لدي الفولت بتاعه. لو عملنا على الدعية واحدة من هنا. هترجع زي ما كانت. ونعمل اوكي. هنجي للوقت على نتحقل بلد اتش. الليدينج اتش والتريدينج اتش. هنطلوقت موجودين في الليدينج اتش. لو بصينا ده الشكل في نهاية الاتش بتاعت الليدينج. لو ضغطنا سيكنس بس عملنا اوكي. هنلاحظ ان الشكل بتاع الليدينج اتش اتغيرت. نرجع. ولو ضغطنا عند البازيار. هنا هنقدر نتحكم بس احنا عوزين. بس احنا هنسيب على الديفولت بتاع الليبس ده النتائج كويسة مش فهم مشكلة. ونروح اندي تريدينج. ده الشكل بتاع تريدينج اتش. لو هنغيره. ونخليه زي ما كان اوكي. كده اتظهر. ده هنسيبه دلوقات اللي غط لما نخلص البليوت. لو جينا عندي المريديين. ممكن نعمل هنا كليك ونيو بليوت. او الكليرانس بين الامبيلر. ده الامبيلر. وده الفليوت. وده التليرانس بينهم. ممكن نتحكم في الكليرانس لو احنا عوزين لو جينا عن الانتل تي ديلز. ونغير الار. هنخليها مثلا تمانية وتمانين. وانت. هنلاحظ ان الكليرانس اتغيرت. نرجع زي ما كانت. وانه نضغط اوكي. نضغط على كروس سيكشن. وعليه نضغط على البوثم ده عشان يعمل الخطوات كل مرة واحدة. ده شكل الفليوت. هنقعد كروس سيكشن. ده شكل كروس سيكشن. ده شكل كروس سيكشن. بتاع البليوت. ممكن نغير شكله من هنا. ممكن نعمله بزيار. نتحكي فيه زي ما احنا عاوزين. اوكي. هنلاحظه ان الشكل تغير. ممكن نعمله اوكي. زي ما احنا شايفين كده. بس هناك هنخلقها نتقعه. واوكي. نيجي على. مش نعمل فقط حاجة نعمله اوكي. ونروح على الديبيوزر. ممكن نعمل سري دي بروبيو. وممكن نعمل كروس سيكشن. وقال النقطة اوكي. لو جينا على دكات وطر. هو ممكن نغيره على الفلت. او الشرب. في الفلت نعمل نغير الدمبر زي ما احنا عاوزين. زي ما انتم شايفين كده. هنرجع على السيمبل ونعمل اوكي. احنا كده خلقنا البليوت والامبلر. لو جينا هنا. هنلاحظ ان فيش معتش بين البليوت والامبلر. فهنجي عن الامبلر. امبلر. سي اف دي سي طب. هنعمل اكستنشن بين الامبلر والبليوت. هنعمل اكستنشن. اوتلت. اكستنشن اوتلت. واوتلت. اوكي. هنراحظ ان فيه ماتش حصل بين الامبلر والبليوت. واللي اررت حذف. هننجي عن الامبلر. هنعمل سيطر تريمينج واوكي عن دي رن. كده احنا خلصنا المكونات الاساسية للبومب. الامبلر. ممكن نضيف دل الوقت الاساسيطر عندما ادخل الامبلر وهي دي نتاج احسن. احنا لو حسبنا الفيلوست والبروش عندما ادخل الامبلر. هنا الفيلوود. بيكون على وشك الدوران او هو فدأ الدوران بالفعل. فيفضل نحط السيطر. عشان نحسب الفيلوست والبروش عندما ادخل الاساسيطر. ويكون بيتحرق حركة تمام هنيجي عندي هنا. امبلر. اوكي. هني اعمل ديك على البوتون. كده الاساسيطر اللي اتعمل هنا. لو جينا عندي السيطر من دي منشن. اوكي. وهنيجي نضغط هنا على الكنتور. لو جينا هنا تدكينا على الفيلو. هنلاحظ شكل السراين بتاع الفيلو. هنيعمل اوكي. هنيجي على كده احنا اعتبر خلصنا. هنيجي على الامبلر ونعمل مودل فينش. اوكي اندران. كده احنا خلصنا البامب. لو جينا عندي مودلي. ما عملنا روتيت امبلر. هنلاحظ ان الامبلر بيلف هنوقف. ده بسبب احنا كنا عاملين البندنج بتاع البليد. فلو رجعنا على البروجيكت. من جلوبال سيطب. لو غيرنا من الريفت الريت. كده البليد احصل لها بندنج مع قريب الساعة. فهنقطت اوكي. ونقع الامبلر مودل فينش. اوكي. كده هنلاحظ ان الامبلر هتليف الكونتر كله كويزا. عشان احنا عاملين البليد اا بندنج مع الاقريب الساعة. لو جينا على سريدي مودل. روتيت. نزود السرعة شوية. كده نعتبر خلصنا. هنقفل. وما احنا صدر. هنروح البروجيكت. اكسبورت. هنيجي على سريدي مودل. هنختار او الاتنين هيدخلوا معنا على اي برنامج مثلا. ونحدد بتاعنا. بس كتاب. اوكي. ونعمل فايل نيم. البروجيكت. واحد. لو ممكن نيجع سيتنج. ونغيز بتاعت. فاحنا لو عاديين نصدر على الانسل. هنختار من سوليد. او ممكن نجيبها من الاول هنا. من الويندو ديت. هنضغل كليك. نختار من سوليد. وهن نعمل اكسبورت. هنعمل اكسبورت. كده خلاص. احنا خلاصنا المشروع. نعمل كولوز. والسلام عليكم ورحمة الله.